كما أكد مدبولي استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذة لتوجهة رئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار وكشف مدبولي عن وجود تكليف من رئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة أخرى لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم عرضها على سيد الرئيس لتوسيع قاعدة المستفيدين إحنا كنا حرسين لما حصلت الأزمة أن احنا ناخد بعض الخطوات وكاد توجهات في خامة الرئيس للحكومة إن إحنا ناخد خطوات إضافية لموضوع الحمال الاجتماعي حضركم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات بدل ما كانت حتبدأ تطبيقها من 1-7 بدأناها من 1-4 الكلام ده كلف الدولة قد إيه في الثلاث تشهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه وياجه السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لإن إحنا نزود 450 ألف أسرة جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4 و 2 من 10 مليون أسرة وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها الحقيقة كان فيه توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن إحنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله حنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر